ناس عندي الطيبين عندي الخيرين رددونا لبيوتنا يا ناس رددونا لبيوتنا لم عرضكم لم شرفكم لم غيرتكم القيرة ما تشيلكم تعالوا شوفوا حال النساء لهذا المنقحة بظيم حالها ما جرالها 12 عيدا على مدار ستة أعوام مر على أهالي ناحية جرف الصخر شمالي بابل وهم مبعدون عن ناحيتهم التي احتلتها الميليشيات عام 2014 وحولتها إلى ثكنة عسكرية ومستودع للصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوري الإيراني سمتها جرف النصر في إشارة إلى انتصارها على صخورها وحجارة بيوتها ودموع العجائز واليتامة ملف ناحية المهجر أهلها يفتح باستمرار بتأثير ضغوط شعبية لما لهذه الناحية من رمزية للتهجير والتغيير الديمغرافي والتنكيل بالأهالي وفي كل مرة يحال هذا الملف من جهة إلى أخرى والجميع يتنصل من المسؤولية من عهد حيدر العبادي مرورا بعاد العبد المهدي وأخيرا مصطفى الكاظمي كلهم جمعوا بين التنصل من المسؤولية والعجز عنها لكن تلك القضية التي لا تموت بالتقادم ظلت حاضرة في قلوب الناشطين الذين أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع أهلها المهجرين وطالبوا بإيجاد حل عاجل لقضيتهم مصادر محلية أكدت أن وفدا من ناحية جرف الصخر برئاسة النائب السابق عدنان الجنابي زار مصطفى الكاظمي وبحث معه ملف المهجرين لكن الأخير بيّن أن هذه القضية فوق صلاحيته ما دفع الوفد إلى زيارة طهران دون الحصول على نتيجة فاضطر الوفد للذهاب إلى لبنان للبحث عن حل بحسب نصيحة مطالعين على هذه القضية بيّنوا أن ميليشيا حزب الله لها يد نافذة في جرف الصخر ويتفق ذلك مع ما ذكره زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي أن قضية جرف الصخر مرتبطة بميليشيا حزب الله اللبناني عن طريق المسؤول عن الملف العراقي في الميليشيا محمد كوثراني وبلغت حساسية ومركزية قضية جرف الصخر لدى نظام إيران أن القيادية السابق بميليشيا بدر محمد الغبان أكد سابقا أنه منع من دخولها وكاد أن يعتقل عند إصراره على الدخول محاولات حل قضية جرف الصخر باءت كلها بالفشل وبقي مصير الناحية مرتبطا باليوم الذي يتخلص فيه العراقيون من نفوذ إيران وسطوة ميليشياتها ترجمة نانسي قنقر